بعد حالة من الركود والمراوحة المفرغة من اي حراك تعود المواجهة مجددا الى نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعا الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبد المجلي اكد ان قوات الجيش تمكنت خلال المعارك الاخيرة من السيطرة على جبال وقرية ضبوعة وسد بني بارق ومواقع النعيلة والتباب المطلة على بني حاتم مشيرا الى ان تحرير هذه المواقع سيمكن الجيش من قطع خطوط امداد الميليشيا الى المواقع التي ما زالت تتمركز فيها مراقبون يرون ان المواجهات تأتي ضمن الاعمال القتالية الروتينية مستبعدين اي عملية عسكرية كبيرة من شأنها التغيير من معادلة السيطرة على الارض خلال الفترة الحالية وشهدت الجبهة المتاخمة لمراكز سيطرة الميليشيا الرئيسة حالة من الجمود خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الكثيرين يعزون الامر الى عدم وجود نية حقيقية للتحرير خصوصا وان الجبهة لديها المقاومات المادية والعسكرية لتحقيق الناصر لكن الامر على ما يبدو مرهون بقرار سياسي لم يتخذ بعد وعليه تبدو المعارك في نهم ذات ابعاد سياسية اكثر منها عسكرية فما زال المجتمع الدولي والاقليمي محتارا في مسألة تحرير العاصمة وهي الحيرة التي تضغى على المشهد اليمني المعقد والمتفاقم ازماته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة